عبداللطيف أحد المزارعين الصغار الذين أعادت إليهم الأمطار الأخيرة الأمل في إنقاذ الموسم الزراعي بعد أشهر من الجفاف تساقط كميات هامة من الأمطار أواخر نهاية الشهر الماضي شجعت عبداللطيف وآلاف المزارعين على زراعة الخضر والحبوب والأشجار المثمرة أملا في تحقيق إنتاج وفير يعوذ خسائرهم التي تكبدوها خلال الموسم الزراعي الأخير جفاف الأشهر الأخيرة السبب في تفاقم ديون المزارعين التي قدرت بحوالي 400 مليون دولار وإتلاف حوالي 3000 طن من المحاصيل الزراعية المختلفة وتعلق وزارة الزراعة آمالا كبيرة على عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية لا سيما في مجال الحبوب والخضر الأمطار الأخيرانية حسنت الوضعية وانها ولتعانى مخزون مائي في التربة يكفينا لفترة معينة وبالتباعة الحال أعادت التوازن للنبتة وصلحت شوية النقص من طعم مياه الرئي اللي كانت ممنوحة ويبقى نجاح الموسم الزراعي القادم وفق الفاعلين في قطاع الزراعة رهين استمرار تساقط الأمطار طوال الأشهر القادمة وذلك لتوفير مخزون من المياه يكفي لسد حاجيات المزارعين طوال السنة تنبؤات بإنتاج زراعي متنوع ووفير بعد تساقط كميات هامة من الأمطار أمطار أحيات الأمل لدى المزارعين بعد أشهر من القحط والجفاف من العاصمة التونسية طفيق العياشي الحرة ترجمة نانسي قنقر